بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل بينه وبين آخر الرسل الذين قبله أكثر من ستمائة سنة بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام على حين فترة من الرسل كما قال جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل واندراس من السبل لأن رسالات الأنبياء السابقة قد حرفت وغير فيها وبدل فيها ولم تبقى على أصلها وانتشرت الوثنية وعبادة الأصنام فاندرست السبل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واحدا في الأرض يواجه أهل الأرض عربهم وعجمهم بل يواجه الجن والإنس شقلين رسالته صلى الله عليه وسلم عامة وبعثه الله سبحانه وتعالى في مكة وحيدا ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر زوجه خديجة رضي الله عنها بما حصل له من بدء الوحي وشكى ما وجد من الفزع فهدأته رضي الله عنها وسكنت من روعه واستدلت بصفاته الكريمة أن الله لا يخزيه أبدا فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم تقري الضيف تحمل الكل تكسب المعدم تعين على نواب الدهر ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقها بن نوفل وكان وكان نصرانيا قرأ في كتب كوراة والإنجيل كان على الدين الصحيح كان على الدين الصحيح كان عالما بالكتب السابقة فذكر له ما لقي وأسمعه شيئا من القرآن الذي نزل عليه فقال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى يعني جبريل عليه السلام ويعني أيضا القرآن الذي سمعه ثم إنه هدأ من روعه وطمأنه لأن هذا من عند الله عز وجل وأن هذا هو الذي كان ينزل على الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم اطمأن اطمأن بعد ذلك حتى أنجل الله عليه قوله تعالى يا أيها المدفر قم فأنجل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نُبِّئ بيقرأ وارسل بالمدفر فقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا كن بأهله صلى الله عليه وسلم فكان بذلك نبيا ثم أنزل الله عليه سورة المدفر أمره بالإنذار أمره بالقيام والإنذار والدعوة إلى الله عز وجل فقام يدعو إلى الله في وسط كافر وذني عُتات فَلَقِي مَا لَقِي مِنْ أَذَاهُمْ وَلَكِنْ أَسْلَمَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ هِدَا يَتَهُ وَكَانَا رَجُلَيْنِ قَوِيَّنْ مُهَابَيْنْ وَبِإِسْلَامِهِمَا قَوَّى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أصاروا يخرجون إلى المسجد الحرام ويصلون معهم هادان الرجلان العظيمان معهما حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع استمر صلى الله عليه وسلم في دعوته كان يستجيب له الأفراد على خوفه على خوف من المشركين وتهديدهم ولما اشتد ضغط المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه خصوصا الذين ليس لهم قبائل تحميهم من المستضعفين فسلط عليهم الكفار أكثر من غيره فأدن صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم وكانت الحبشة على دين النصارى وكان فيها ملك قالوا له النجاشي كان نصرانياً لكنه كان رجلاً عادلاً لا يظلم أحد عنده فهاجروا إليه وهم قلة رجالاً ونساءً فأواهم ودافعاً عنهم النجاشي وعاشوا عنده آمنين يتمسكين بدينهم ولكن أنتم تعرفون حالة الغرباء الذين فارقوا وطنه فبلغهم أن قريشاً أسلمت ففارحوا بذلك وعادوا إلى مكة فلما قربوا منها وجدوا أن الخبر ليس بصحيح وأن قريشاً ما زالت على كفرها فلم يدخل مكة إلا بأمان يعني يدخلوها إلا بأمان واشتد هذا قريش على المسلمين فأدن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحذشة مرة ثانية تسمى بالهجرة الثانية وكان من من هاجر الهجرتين عثمان بن عفان رضي الله عنه هاجر إلى الحذشة الهجرتين ومعه رقية ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل المشركون رجلين عمر بن العاص قبل أن يسلم وأرسل معه رجلاً آخر وأرسلوا معهما هدايا للنجاش وطلب منه أن يرد ورد المهاجرين الذين عندهم فأبى النجاش أن يردهم ورد الرسولين خائبين خائبين ثم توالت الأحداث والمضايقات على من بقي في مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من معه في مكة فأدن لهم بالهجرة إلى المدينة لما قدم ناس من أوس والخزرج للحج قدموا للحج وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يعلم نفسه على القبائل في منازلها في الحج فصادف أن جاء ووجد الأوس والخزرج عند جمرة العقبة قريباً من جمرة العقبة فدعاهم إلى الله وتل عليهم القرآن فقالوا هذا هو الرجل الذي تتهددكم به اليهود تقول ليبعثن نبي ونكون معه فنقاتلكم اسدقوا إليه قبله فآمنوا به آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه وكانوا عدداً قليلاً ثم ذهبوا إلى قومهم بعد الحج ودعوه من الإسلام فأسلم عدد كبير من الأوس والخزرج ثم عادوا إلى الحج في السنة التي بعدها أكثر لما كانوا السنة الأولى يزيدون على سبعين فبايعوا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة البيعة ثانية على أن يهاجر إليهم وأن ينصروه وأن يمنعوا مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم فعند ذا بعد ذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الهجرة إلى إخوانهم في المدينة إلى الأوس والخزرة في المدينة فهاجر العدد الكثير على خفية وعلى مطاردة من كفاء وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أصحابه أو بعد من هاجر من أصحابه ثم أدن الله له بالهجرة وأن يلحق بأصحابه فخرج رواء وأبو بكر المصديق رضي الله عنه مختفيين اختفي في غير ثور وبحثت قريس عنهما في كل مكان ووضعت الأموال والجوائز لمن يأتي بهم أحياء وموت حتى إنهم جاءوا ووقفوا على الغار وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فأخذ الله أبصارهم فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهم عند أقدامه حتى قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأعمل الله بصائق المشركين ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا قائبين وأنزل الله في ذلك إن لا تنصروه قد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وبعد أيام وبعد أن يأس المشركون من العثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ركب الرواحل خرج من الغار ومعهم الدليل يدلهم الطريق وذهبوا إلى المدينة وقدموها قدموا المدينة بسلامة الله استقبلهم المسلمون من الأوس والخزرج والمسلمون في المدينة مبتهجين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما كان من مبدأ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كثر المسلمون المدينة من المهاجرين والأنصار ووجدوا الدار والمأوى والإخوان من الأنصار رضي الله عنهم الذين واسوهم بأنفسهم بأموالهم فعند ذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهات القتال في سبيل الله وهرض القتال لما صار للمسلمين شوكة وقوة وصار مع الرسول صلى الله عليه وسلم قوة من أصحابه ورجال صدقوا ما عهد الله عليه بالجهات حصلت معارك في بدر وفي أخد الخندق في غير ذلك من السرايا والبعوث التي كان يبعثها صلى الله عليه وسلم ثم إنه في السنة الثامنة بعد صلح الحديدية خرج بأصحابه صلى الله عليه وسلم يريد ختح مكة في رمضان ومعه عشرة آلاف من جند الإسلام من سنين قليلة ليس معه إلا أبو بكر حينما قدم إلى المبيه في السنة الثامنة خرج ومعه عشرة آلاف مسلح مدججين بالسلاح فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا أنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بدل أن كانوا في الأول يسلمون أفرادا مستبعفين صاروا يأتون إلى الرسول أفواجا ويعلنون إسلاما ويبايعونه يبايعونه فانتصر دين الله عز وجل إذا جاء نصر الله هذا نصر الله والفتح أي فتح مكة وأما قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبين فهذا في صلح الحديث سماه الله فتحا لما ترتب عليه من المصالح العظيمة وهو مقدمة لهتح مكة فدخل الناس في دين الله يا أفواج ثم حج بالناس صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ومعه مئة ألف أو يزيدون مئة ألف الذي خرج ثاني اثنين ما مضى عشر سنين إلا معه أكثر من مئة ألف حج بالمسلمين ووادعهم صلى الله عليه وسلم وسميت حجة الوداع وأنزل الله عليك وهو وقف بعرفة اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولم يعيش صلى الله عليه وسلم بعد الحج إلا شهرين وأيام توفاه الله ولحط بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام بعدما أتم الله به الدين وأكمل عليه وعلى المسلمين النعمة وترك أمته على البيضة ليلها كنهاريا لا يزير عنها إلاها قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون وهؤلاء هم الصحابة مع إخوانهم من المهاجرين والأنصار وكل من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم الصحابة قالوا لهم الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتاجوا بها الاسم على غيرهم ميزة لهم على سائر الأم وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراو لا أذن ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث تسمى القرون المفضلة وأفضلها قرن الصحابة فهم أفضل الأمة على الإطلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا كيف الله جل وعلا بيّن بيّن نشأتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فشيئاً أتى تكاملوا كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على القفار رحماء بينهم تراهم مكعاً سجداً يبتعون فضلاً من الله ولضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود صفات عظيمة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم أي صفتهم هذا موجود في التوراة من صفات صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فصاروا على طبق الوصف الذي ذكره الله في التوراة التي أنجلها الله على موسى عليه وسلم ذلك مثلهم أي صفتهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام أي صفتهم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوكه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما كزرع زرع والماء ينبت ضعيف على قصبة واحدة ضعيفة ثم هذه القصبة يخرج لها فراخ أخرج شطأه يخرج لها فراخ ثم هذه الفراخ تقوى وتساعد الأصل الذي هو القصبة الأولى فآزره فاستغلظ فاستوى أي تم على أحسن وجه على سوقه هذا الزرع استوى على سوقه سوق جمع ساق كل سنبلة على ساق استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فالصحابها كلا نشأوا شيئا فشيئا كما قال صلى الله عليه وسلم في أول ما بعثه الله سأله سائل فقال له من معك على هذا الأمر قال حر وعبد حر وعبد فقط أبو بكر وبلال رضي الله عنهم حر وعبد ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغربة قيل يا رسول الله ومن الغربة قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين نصلحون ما أفسد الناس أولاهم الغربة لأن مخالفيهم كثيرون وأعداءهم كثيرون في آخر الزمان ولا يثبت على الدين إلا الغربة بين الناس والغريب هو من يعيش مع غير جنسه ومع غير بلده هذا هو الغريب هذا يدل على نشأة الإسلام أنه نشأ من قلة ثم زاد وزاد وزاد حتى تكامل ولما تكامل توفي الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قام الرجال من أصحابه بحمل دينه والدعوة إليه ونشره في المشارق والمغارب والجهاد في سبيله حتى بلغ المشارق أو المغارب على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشرون العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله حتى استنار هذا الدين في مشارق الأرض ومغارب وبلغ مبلغ الليل والنهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله رضي الله عنهم هم أفضل القرون بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرنكم وكل من جاء بعدهم فهودونهم في الفضيلة ولا يسبقه محر حسبك أنهم صحابة رسول الله الذين رأوه وآمنوا به وتلقَّوا عنه العلم وجاهدوا معه صلى الله عليه وسلم آووه آووه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه والصحابة تكونون من المهاجرين والأنصار المهاجرين الذين هاجروا من مكة ومن ديارهم إلى دار الهجرة لنصرة الإسلام والأنصار الذين آووا المهاجرين آووهم عندهم حموهم وواسوهم بأموالهم وبيوتهم حتى صاروا لحمة واحدة حتى صاروا لحمة واحدة ولهذا قال سبحانه لما ذكر قسمة الفير لما ذكر قسمة الفير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربة واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتعون فضلا من الله ولضوان الذين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون شهد الله لهم بالصدق وحصر الصدق فيهم لكمال مدحهم رضي الله عنه أخرجوا من ديارهم ما قال خرجوا قالوا أخرجوا أخرجهم الكفار ولهم يقوم ديارهم يقوم بلدهم وهذه فضيلة لهم أنهم أخرجوا من بلدهم ومواطنهم وضيوتهم ومع هذا صبروا أخرجوا من ديارهم صبروا على الإخراج ما جاملوا الكفار وقالوا اتركونا وحن نسجت ولا نسووا شيء لا تمسكوا بدينهم فأخرجوهم أخرجوا من ديارهم يقوم من ديارهم للنزهة ولا للتجارة يبتغون فضلا من الله ورضوان هذا قصدهم تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوان هذا هدفهم وينصرون وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا في المهاجرين هل حاز أحد على هذه الفضيلة غير المهاجرين الذين شهد الله لهم من فوق سبع سماوات أبداً من بعدهم له فضل لكن ما يصل إلى درجتهم ثم قال في الأمصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون هذه صفات الأمصار رضي الله عنه الله جل وعلا أثناء بها عليهم أثناء بها عليهم وحكم لهم بالفلاح أولئك هم المفلحون أما من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين إلا أن تقوم الساعة على الإيمان فهم دونهم في الفضل والذين جاءوا من بعدهم جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن تره الرحيم هذا الذي يجب علينا يجب على كل مسلم أن يتصب بآله السفر التي ذكر الله في حق المهاجرين ونمصر يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا أي بغبا وحقدا للذين آمنوا ربنا إن تراؤه الرحيم فيجب علينا أن نكون كذلك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة قلوبهم يقول ربنا لا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمن سلامة وألسنتهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان هكذا يجب أن يكون موقفنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من يبغض الصحابة ويكفرهم ويلعنهم ويدمهم فهذا ليس من المسلمين هذا ليس من المسلمين لأنه ما أبغضهم لأشخاصهم وإنما أبغضهم لصفاتهم وما قاموا به من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته وحملها للدين من بعده ونشره في المشارف والمغارف ما أبغضهم إلا لقالك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم فالذي يبغض الصحابة يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قال ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو منافق ليغيظ بهم الكفار لا يغتاب من صحابة رسول الله ويبغضهم ويسكهم ويتنقصهم إلا كافر أو منافق وإن كان يزعم أنه مسلم المسلم لا يغض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسبهم وإنما يعتقد فضلهم ويدعو لهم ويترحم عليه ويحبهم حبا شديدا لحب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابك لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لو أن إنسانا تصدق بمثل جبل أحد من الذهب ما يساوي هذا المد من الشعير لتصدق به صحابهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصف المد ولا نصيفة جبل من الذهب لا يساوي المد من الشعير أو نصف المد ما الذي جعله هكذا فضل الصحابة رضي الله عنه فالصدقة منهم أفضل من الصدقة من غيرها بهذا الفضل العظيم فمن هو الذي يتنقص الصحابة أو يسبهم أو يحق من قدرهم إلا من ليس في قلبه إيمان بل في قلبه شقد وغل الله جل وعلا يقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن ربنا إن ترؤوهم رحيم فواجب الصحابة وحقهم علينا أن نحترمهم وأن نجلهم وأن نحبهم وأن نقتدي بهم وأن نتبع آثارهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يحب الله يحبهم والرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم وكل من في قلبه إيمان فإنه يحبهم ولا يبغضهم إلا من ليس في قلبه إما إما كافر وإما منافر سأل الله العافية فنحن نذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثناء والدعاء والإجلال ترحكم عليهم تعظيمهم كما يجب من غير قلوب ومن غير تساهن بل نحبهم كما أمرنا الله بذلك وأمرنا رسول صلى الله عليه وسلم ولما قاموا به من أعمال جليلة لم يقوم ولم يقوم بها غيرهم ممن جاء بعده أيضا من حقهم علينا أن لا ندخل فيما حصل بينهم من الاختلاف في آخر الأمر بسبب دعاة الضلال والأعداء الذين دخلوا في مجتمعهم ونشروا الفتنة من دسائس اليهود حتى قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد وحتى شبت الفتنة فلا ندخل فيما شجر بينهم ولا نخطي أحدا منهم وندعو وندعو لهم بالمغفرة لأنهم فلأنهم جرى ما جرى بينهم بغير اختيار وإنما هي فتنة اشتعلت بينهم جلبها أعداء الله ودسوها بينهم ولأنهم مجتهدون والمجتهد إذا اجتهد فأصاد فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور فهم ما فعلوا ما حصل من بعضهم إلا عن اجتهاد عن اجتهاد تحرر للحق ويريد نصرة الدين ما فعلوا هذا عن عداوة ولا عن محبة للدنيا أو محبة للرياسة نزههم الله عن ذلك وإنما الأعداء اندسوا بينهم وأول من اندس ابن سبا اليهودي حرَّض على عثمان رضي الله عنه وانضم إليه السفهة من بعض البلاد ثم في النهاية جاءوا كأنهم يريدون التفاوض مع عثمان يريدون التفاوض مع عثمان هذا الذي أظهروه وهم يريدون قتله يريدون التفاوض وجاءوا في وقت الحج لما كان الصحابة أكثرهم في الحج جاءوا يريدون التفاوض مع عثمان رضي الله عنه لأنهم من رعيته ويريدون التفاوض معه بينما انقضوا عليه في الليل تسوروا عليه وقتلوه وقتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنه هذا ما حصل فنحن نترضى عنهم نترحم عليهم وندعو لهم ولا ندخل أبدا ونخطي أحدا منهم ولا ندخل فيما شجر بينهم فمن وصول أهل السنة والجماعة الكفر عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه ولا نتلمس الأخطاء لبعضهم كما يفعل المنافقون هلان من الصحابة فعل كذا هلان فعل كذا لا يجوز هذا لا يجوز لأنهم صحابة رسول الله مغفور لهم ما حصل منهم فهو مغفور لهم لسابقتهم في الفضل ولصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لا أبدا ما نتلمس لهم المعايب لا لجماعتهم ولا لأفرادهم ولا نطعم في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بالإجماع ثبتت لأبي بكر بعد الرسول ثم من بعده لعمر ثم من بعد عمر لعثمان رضي الله عنه الجميع ثم من بعد عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على هذا الترتيب على هذا الترتيب ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن طعن في خلافة بعضهم فهو أضل من حمار أهل هذا بإجماع المسلمين وإنما قدموا من قدموا لفضله وسابقته في الإسلام فنحن لا نطعم في خلافتهم ولا نشك في فضلهم ولا نقدم إلا من قدمه الله ورسوله في الفضل هكذا نعتقد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستمع لما ينشر في الكتب من الأكاذيب على الصحابة أو الطعم في بعضهم ولا نستمع إلى ما يلقى في بعض الفضائيات كل هذا من الباطل ومن الطعم في الإسلام هذا من الطعم في الإسلام وهو من دسائس اليهود والنصار ولكن لن يضر الإسلام ولن يضر الصحابة وإنما يضرون أنفسهم أو يضرون من انخدع بهم من المسلمين فلنكن على حذر من هذه الدسائس وهذه التشكيكات وهذه هذه الأعمال الخبيثة التي يريدون أن يتنقصوا صحابة رسول الله إما جماعتهم وإما أفرادهم أو يطعنوا في خلافتهم أو غير ذلك إنما يريدون تقويض الإسلام لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا الدين وبلغونا إياه حملوا القرآن حملوا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الواسطة بيننا وبين الرسول فإذا طعنوا في الواسطة دعا طعنوا في الدين وهذا قصدهم قبحهم الله نكن على حذر منهم ولا ننحاز لبعضهم ننحاز لأهل البيت ونهجر البقية أو نبغض البقية أهل البيت الصالحون منهم من الصحابة لهم فضل القرابة وفضل الصحبة بعضهم له فضل الصحبة والقرابة وبعضهم له فضل القرابة ممن جاء بعد الصحابة له فضل القرابة فنحن نحبهم ونجلهم ونحترمهم لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بقوله الله الله في أهل بيتي فنحن نحبهم لحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحترمهم لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم وليأجل فضلهم ومكانتهم ولأنهم إخواننا في الدين أما أن نغلو فيهم وأو نقدمهم على من هو أفضل منهم أو نعتقد لهم العصمة وأنهم معصومون وأنهم ينسخون ما شاء من الوحي ومن الشرع ويتركون ما شاء فهذا من الباطل ومن الغلو في الدين فهذا هو واجئنا نحو قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وأن يبصرنا وإياكم في ديننا وأن يرجقنا وإياكم محبة نبينا ومحبة أصحابه ومحبة المؤمنين عموما وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين شكر الله لك سماحة الوالد وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك نستأذنك حفظك الله في عرض بعض أسئلة الإخوة هذا سائل يقول شيخنا حفظك الله نحبك في الله ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا من يخالطوننا في بعض أعمالنا لا شك أن هذا من الابتلاء والامتحان ولكن من اقتصر شره على نفسه ولم يجهر بما عنده فنحن نتركه ولا ندخل معه في شيء أما إذا أظهر شره فنحن نمنعه من ذلك وأن ندخل شبهاته ونرد عليه نعم أحسن الله إليكم يسأل يقول لماذا يعظم الرافضة بعض الصحابة ويسبون أكثرهم لله لا لهم الواجب حب جميع الصحابة من أولهم إلى آخرهم ولماذا لا يحبون بعضهم لأنهم يقولون أن الصحابة كفروا بعد رسول الله إلا أربعة إلا أربعة علي سلمان والمقداد وظن أبو ذر والبقية يقولون كفروا والعيام نعم حسن الله إليكم يسأل يقول ما رأيك حفظك الله في المناظرات الفضائية مع أهل البدع لكشف عوارهم أنا قلت لكم في الجواب الأول إذا أظهروا شرهم وشبهاتهم ولا قد من الرد عليهم في الفضائيات وفي غيرها ولا يجوز السكوت عنه ينشرون شرهم فيؤثر على الجهال وعلى نعم حسن الله إليكم يقول هل يجوز السلام على الرافضة الاثنين عشرية لدعوتهم وهدايتهم والتحبب إليهم لكي يقتربوا من أهل السنة أول تدعوهم إلى الهداية وتبين لهم فإلى قبلوا سلم عليهم وإلى لم يقبلوا فتركوا نعم حسن الله إليكم يقول نسمع بين فينة وأخرى انتقاس واضح وصريح للصحابة رضي الله عنهم من أهل البدع وخاصة أيضا من بعض كتابنا فماذا ما هو واجبنا أحسن الله إليك نعم الذين يتكلمون في الصحابة لا يخلون من أحد أمرهم إما أن يكونوا إما أن يكونوا منافقين يبغضونهم وإما أن يكونوا جهالا يقرؤون ما كتب بدون تمييز أو يسمعون ما قيل بدون تمييز فيوثل ذلك فيه الواجب أن نكون كما جاء في الكتاب السن مع صحابة الرسول أن نقتدي بهم وأن نحبهم وأن نترحم عليهم ونستغفر لهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان نعم حسن الله إليكم يقول نجعل في قلوبنا غلا للذين آمن نعم يقول ما هو الضابط الشرعي فالرد على المخالف أيا كان الضابط هو الدليل إذا كان عندك دلة صحيحة والمخالف خالفة أنك ترد عليه بمخالفته للدليل الصحيح نعم حسن الله إليكم يقول كيف نعرف منهج أهل السنة والجماعة عموماً في أمور العقيدة في الصحابة وغيرهم يا أخوان هذا ما هو ما هو مجهول ولا هو مغمور هذا موضح في الكتب للكتب المطولة والمختصرة والعقايد أي كتاب من كتب العقايد تجد فيه ذكر الصحابة ووجوب محبتهم واتنى عليهم والنهي عن بغضهم وعن سبهم هذا موجود في كتب العقايد أقربها العقيدة الواسطية شيخ الإسلامي نعم حسن الله إليكم يسأل عن حكم تكفير كعامة الشيعة هل هم يكفرون أم لا علينا بنهم والمهم نحن ما جئنا نكفرون إلا من تبين له الحق ورفضه هذا يكفر أما من كان جاهداً أو مقلداً فهذا يبين له فإن صر إنه يكفر نعم حسن الله إليكم نجد أن بعض المغرضين والتغريبيين يستغلون أسماء بعض الصحابة والصحابيات في تمرير مشاريعهم التغريبية فما هو أيضاً واجبنا اتجاه مثل هذا يقول أحسن الله إليك نجد أن بعض التغريبيين يستغلون أسماء الصحابة رضي الله عنهم كخديجة وغيرها في تمرير مشاريعهم التغريبية فما هو واجبنا وما نصيحتكم أحسن الله إليكم واجباً نبين خطأ هؤلاء وأن نبرِّ الصحابية خديجة ونبين مكانتها وأن هذا تدميس لإسمها يُنسَب إليها السُّهور يُنسَب إليها يُنسَب إليها ما جرى في الاحتفال من منكرات يُنسَب إلى خديجة هذا من إهانة أم المؤمنين ومن تدميس إسمها وإلا هي فرَّأها الله من ذلك ولكن يُنسون إسمها عند الناس يقول هل يجوز إطلاق إسم الأخوة على بعض المشائف ألولى أن يسمى هذا المؤتمر أن يسمى مؤتمر هدى الشعراوي ما يسمى منتدى خديجة يسمى منتدى هدى الشعراوي لأنه على منهج هدى الشعراوي على منهج خديجة رضي الله عنه حسن الله إليكم يقول من يقول بعض إخواننا من يقول إخواننا من الشيعة من أجل الدعوة والتقريب بينهم لا تقول إخواننا إلا أن يتوبوا إلى الله إذا تابوا إلى الله في من يقول النصارى إخواننا والمسيحيون إخواننا ولا لجاهلهم أو لعنادهم لا يزود تقول لأهلها ولا إخواننا إنما إخواننا أهل الإيمان واهل الإسلام والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نعم حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول نصيحتكم لمن يرى تكفير قادة هذه البلاد أو علمائها خاصة لنبعض مبتلية أن يكون من أبنائنا ما علمنا من قادة هذه البلاد والله الحمد للخير ونحن نعيش تحت ظلهم وحكمهم ولا ما نقول أنهم معصومون وأنه لم يحصل منهم أفطاء يحصل منهم أفطاء لكن نقول فيهم خير كثير ونسأل الله لهم الهداية والمزيد من فضلك وهؤلاء يريدون شق عصد طاعة الذين يقولون هذه المقالات يريدون شق عصد طاعة وتفريق المسلمين هذا قصدهم وأظنهم مدفورون من الكفار ومن العدو نحن نحذر منهم فرقون جماعتنا ويسفون عصد طاعة فلا نرى بهذا أبدا نعم هم يعيشون الآن يعيشون تحت ظل هذه الحكومة وهذه الدولة ويغفرون النعمة يعيشون تحت ظلها ويغفرون النعمة نعم نؤذن أحسن الله لك نعم نعم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على البلاح هيا على البلاح أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم محمد رسول الله بسم الله رب بسم الله بسم الله أشهد أن محمد رسول الله نعم سلام الله يقول أرجو توضيح موقف المسلم من الفتنة التي حدثت بين الصحابة وهل من المناسب أن يتكلم عنها في بعض القنوات لتبيين المنهج الشرعي في ذلك أو بعض الأشرط التي خرجت تبين تلك الفتنة سمعتم في أثناء الكلام أن من وصول أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقال عنهم كما قال الشيخ تقي الدين بنتينية ما ينسب إليهم إما أنه مكذوب ولا أصر لهم وهذا هو الغالب وإما أنه عن اجتهاد والمجتهد مغفور له إذا كان قصده الحق ما هو مغفور له إذا كان من أهل العلم اجتهد فهو إما مصيب فله أجران وإما مقبي فله أجران راحل ومن أعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا ما ينسب إليهم وهو على فرض أنه صحيح فهو مغفور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم مغفور له أنهم مغفور له أخبر أن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه وذكر المهاجرين والأنصار ذكر أن المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أو نفضلاً من الله وإضواناً إلى قوله أولئك هم الصادقون وذكر الأنصار وقال في ختام ذكرهم ومن يوق شق نفسه وأولئك هم المفلحون أن تستهني تقول لا فيهم ناس ما هم صادقون فيهم ناس ليسوا من المفلحين تستدرك على الله سبحانه وتعالى كفى بها لضلالك يا أخي ما الله تلفك في أن تلك ابحث عيوب نفسك إن كان أنك ست ابحث عيوب نفسك أنت واترك عيوب الناس عموماً فضلاً عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الرد على هؤلاء في الفضائيات أو في الكتاب أو بالتالي شيء واجب عند من يستطيع هذا وأما من لا يستطيع فإنه يسكت ويحمد ربه على العافل ويسكت ويمسك لسانه نعم حسن الله إليكم سماحة الوالد هذا يسأل وهي أسئلة كثيرة جاءت حول صحبة الصحابة في الجنة هل يشرع أن ندعو الله جل وعلا بأن نرافقهم في الجنة وكيف نصل إلى ذلك نقول اللهم أجمع بيننا وبينهم في الجنة تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احصرنا معهم واجمعنا به وفي الحديث من أحب قوما سشر معهم قال صلى الله عليه وسلم أأنت مع من أحببت المرء مع من أحب يوم القيانة نعم حسن الله إليكم يقول ما حكم تهنيئة الكفار بأعيادهم حيث أنها بدأت تنتشر فتوى الإباحة في بعض الصحف والمنتدين لا يجوز تهنيئتهم بالباطل هذا باطل هذا زور سمى الله وعياد الكفار بالزور قال جل وعلا واللين لا يشهدون الزور والزور هي أعياد الكفار سماها الله زورا فنحن لا نشهدها ولا نحضرها ولا نساعدهم عليها ولا نهنيهم بها ولا نأكل من طعامهم فيها ليصنعونه فيها لا نشارقهم بأي وجه من الوجود نتبرأ منه ومن دينه وللأفتب هذا ما تفكر فيه في العواقب ولا تفكر في الأدلة نعم حسن الله إليكم هذا يسأل يقول من أراد أن يطلب العلم وهو الآن مستجد في الجامعة فبماذا تنصحه حفظك الله من أراد أن يطلب العلم وهو الآن مبتدئ في الجامعة فبماذا تنصحه حفظك الله يأتي مدام في الجامعة هو يطلب العلم يستمر في الجامعة يدرس دروسه يتقنها وهو في طلب العلم مدام في الجامعة فهو في طلب العلم نعم حسن الله إليكم يقول أنا شاب من مصر هداني الله عز وجل للإستقامة وحب السنة أثناء إقامتي بدولة الإمارات ولما رجعت إلى مصر وجدت اختلافا في المناهج فمن ألزم وبماذا تنصحني حفظك الله أن تسعى في الإصلاح ما دم عرفت الحق تسعى في نشره وتعليمه للناس والدعوة إليه وجزاك الله خير حسن الله إليكم يقول نسأل عن حكم العمل في البنوك ومن يذهب إليهم هل يعدوا متعاونا معهم الله جل وعلا وسع الرزق وسع المجالات الكسر والبنوك تتعامل بالرباء وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه فلعن آكل الرباء ومن أعانه على ذلك والموظف في البنوك يعينها على ذلك فيجب يتجنب البنوك الربوية البنوك الربوية جنبها ولا يستغل فيها نعم حسن الله إليكم يقول سماحة الوالد غفر الله لك ما توجيهكم في من يقول بأن إظهار العقيدة الباطلة للرافضة عبر القنوات الفضائية وبيان ما هم عليه من باطل أنها تسبب الفتنة بين أصحاب الوطن الواحد بعن ذلك كان هناك هم إنما بدأناهم يا أخي هم اللي بدأوا هم اللي سببوا الفتنة نسكت عنهم أما لو بدأناهم صحيح نقول ما نحن ما نهي للفتنة لكن هم الذين بدأوا صاروا يسبون الصحابة واليسبونهم والمؤمنين عائشة ويتكلموا نسكت عنهم إذا سكتنا قالوا هذا صحيح قال الناس هذا صحيح نحن نرد الباطل نعم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ما يسكت المسان على مثل هذا حسن الله إليكم يقول كلمة توجيهية لأولياء أمور الطلبة الذين يبتعثون إلى بلاد الكفر وهم في سن المراهقة وأيضا نصيحة لأبنائنا المبتعثين هناك هؤلاء القصار والصغار والذين لم يدركوا شيئا يتمسكون به من دينهم وأخلاقهم وصغرهم أو لسفههم هم في ذمة آبائهم هم المسؤولون عنه فإذا أبعثوهم أو سكتوا عن بعثتهم فإنهم ضيعوهم وسيسألون عنهم يوم القيامة لأنهم في ذمتهم وهم المسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى نعم وصح المبتعذين أن يحتقوا الله وأن يحافظوا على دينهم أن يحافظوا على دينهم ما داموا ابتلوا بالابتعاف وباشروا عليهم أن يتمسكوا بدينهم وأن يحمروا من الفتن ويحمروا من دعاة الباطل لأنهم أصبحوا بين ذئاب يعيشون بين ذئاب عليهم أن يحمروا ويقتصروا على المهمة التي ذهبوا من أجلها نعم حسن الله إليكم يقول ما صحة هذه المقولة إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون منه دينكم نعم هذه قالها بعض التابعين بعض السلم صحيح العلم دين لا يؤخذ من كل من هب دب يؤخذ عن من هو ثقب يؤخذ عن أهل العلم لا عن أهل الجهد يؤخذ عن أهل الثقب لا عن حلماء الضلال نعم حسن الله إليكم يقول بعض أئمة المساجد في خطبة الجمعة يرفع يديه بالدعاء للاستسقاء ويرفع المصنين أيضا كذلك أيديهم قدوة بإمامهم فهل هذا من السنة؟ هذا هو السنة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغيث في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الحاضرون أيديهم وأمنوا على دعائه نعم حسن الله إليكم يقول ما حكم قول المسلم لأخيه المسلم أنت كافر وقد وصل به الحد إلى التهاون في الصلاة وعدم الزكاة نعم يقول ما حكم قول المسلم لأخيه المسلم أنت كافر وإن وصل به الحد إلى ترك الصلاة والتهاون فيها وعدم الزكاة أيهم أن يصل به الحد المقول فيه المقول فيه ما يصلي نعم يقول له ترك الصلاة كفر قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكهر ترك الصلاة فهو يقول له لفظ الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ترك الصلاة كفر بنص الحديث فاتب إلى الله حافظ على الصلاة نعم حسن الله إليكم يحصل لي موقف يتكرر إذا كنت في زيارة المسجد النبوي وأسمع عند القبر من يسبوذ ذكر وعمر رضي الله عنهما ماذا أعمل هل أضربهم أو ماذا أحسن الله إليكم بلغ المسؤولين عن المسجد النبوي بلغ المسؤولين بلغ الرئاسة رئاسة المسجد النبوي بلغهم عما يجري حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤترات لأجل أن يقوموا بمنعها نعم حسن الله إليكم يقول يأتيني الزبون يريد بضاعة قد لا تكون موجودة عندي أو تكون موجودة ولكنها ليست كافية للكمية التي يريدها الزبون فأنا أتبايع معه ثم أوفرها له بعد الاتفاق على الشعر لعلمي بشعرها فهل هذا من بيع مال أملك نعم هذا من بيع مال أملك قد جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكيم يتاجر يبيع للشعر يأي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الرجل آتيني يسألني البيع ليس عندي ثم أذهب وأشتريه من السوق قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا يجب لنسانا يبيع إلا ما يملكه وقت العقد ولهذا قال العلماء من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع وأن يكون المشتري مالكا للثمن نعم حسن الله إليكم يقول يستدل بعض أهل الضلال في القدح في الصحابة رضي الله عنهم بحديث الحوض وفيه أصحابي أصحابي يستدل بعض أهل الضلال في القدح في الصحابة رضي الله عنهم بحديث الحوض وفيه أصحابي أصحابي عندما يقول النسلم أصحابي أصحابي فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك نعم هذا في الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا وهذه الصحابة ارتدوا بعد الرسول الله عليه وسلم هاشا ارتدوا نعم حسن الله إليكم يسأل يقول ما نصاب الأموال بالريال السعودي لأجل الزكاة 56 ريال نحن بريال السعودي الورق لا 56 ريال بريال الفضوة السعودي أو ما يعادله من صرف عند الصيادة 56 ريال ماذا تساوي من الورق ما بلد فهو النصاب نعم حسن الله إليكم يقول هل معرفة الصحابة رضي الله عنهم فرض عين أم فرض كفاية ما يتيسر هذا لكل أحد هذا للمحدثين وللعلماء ولكن حسبنا أن نترضى عنهم وأن ندعو لهم وأن نقتدي بهم وأما إحصائهم وما أعرفت عددهم هذا من اختصاص المحدثين نعم أحسن الله إليكم يقول وهذا سؤال تكرر كثيرا يقول هناك من يتهجم على بعض المشائخ مثل الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله ويصفه ببعض الأوصاف الغير مناسبة فما توجيهكم لمثل هؤلاء وما نصيحتكم للذين جعلوا من جرح العلماء والدعاء شغلا لهم أحسن الله إليكم هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون المشائخ لا يضرون إلا أنفسهم ولو فرغنا أن بعض المشائخ عنده بعض الخطأ فإن كان حيا يناصح وإن كان ميتا يستغفر له لأنه أخوك تستغفر له تسأل الله له المغفر والثواب والأجر نعم حسن الله إليكم ربنا أغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقون بالإيمان نعم حسن الله إليكم هذا يسأل يقول هنا يحضر في هذا الجامع كثير من طلاب المنح في جامعة الإمام ونصيحتكم لهم في بلادهم نصيحتنا لهم أن يتقوا الله وأن يتزودوا بالعلم النافع ثم إذا لهغوا إلى بلادهم يدعون أهلها وينشرون العلم بينهم وقد قال الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائبة ليتبقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذا أنه عامة لكل المسلمين لأن تقوم السعر أنهم يأتون ويتعلمون على العلماء في بلاد العلم